تعالى ناخد المثال الاخير لو انا عندي الالترنيتف هيبوثثيس بتقول اني النال هيبوثثيس not equal to زي ما بقول العلبة اللي فيها البوش بنز المية بقول لا مفهمش مية ممكن احتمالي انهم يبقوا اكبر او اصغر محددهاش انا محددهاش باكبر او اصغر يبقى انا لازم احط two tail في الكيرف بتاعي وحط ال level of significance متقسمين لو انا هعمل واحد في المية اختران نجرب الكلام ده انا هشتغل على level of significance واحد في المية او 0.01 او 0.01 كلهم عوامل واحدة لو انا هستغرب ال level of significance ده يبقى انا بقسم الواحد في المية على اتنين يعني كل واحدة فيهم ما تاخد نص 99% هما النال هيبوثثيس واحد في المية بس هو الالترنيتف هيبوثثيس وبالطرق اسمه على اتنين فالما اسمه على اتنين هيكون ال level of significance على ال left tail point zero zero five وعلى ال right tail point zero zero five طبعا عندي نسبة صوارة جدا الرقم ده معناه نصف في المية ده واحد في المية بعدها نصف في المية هنا ونصف في المية هنا تعال هنعرف هنشتغل ازاي هنجيب الجدول بتاعنا دلوقتي انا هشتغل فين اهم حاجة اعرف انا هشتغل فين لو انا هشتغل الرقم بتاعي تلع الزي سكور طلع بداية بالموجب انا احسن ال critical value هنا والcritical value هنا وبعدين طلع زي سكور يطلع هنا يطلع هنا وقارنه تمام انا هجيب العدة ناحية اليمين الاول وبعدين نجيب العدة ناحية الشمال العدة ناحية اليمين ال alpha بتساوي point zero zero five طيب انا ما عنديش زي سكور هنا المساحات دي ما بتجيبش الحتة دي ده بتجيب الحتة دي بس سهلة يبقى واحدة منص نص في المية بتساوي كام تسعة وتسعين ونص في المية يعني كام point nine nine five انا عايز اجيب مساحة هنا point nine nine five فين يا جماعة دي point nine nine five اعتقد ان هي اها point nine nine five one وفي point nine nine four nine الاتنين قربين من point nine nine five واحدة فوق واحدة تحت فممكن ناخد الرقمين وناخد المتوصف بتاعه دي المساحة اللي بتشتغل على هنا تمام وبالتالي انا عايز اجيب اللي ايه التو زي سكور ببعض يبقى واحد مينس point zero zero five دي بتساوي point nine nine five احنا قولنا ادي الرقمين موجودين قدامنا خلينا نمشي في السكورات بتاعتنا علشان نطلع زي سكور زي سكور هيطلع عندي two point five seven او two point five eight يعني المفروض حاجة في النص كده طب ايه اللي في النص يعني الرقم اللي في النص هيبقى كده two point five seven five ما هو الرقم الاصلي ايه ده الكريتكال فاليو انا اوريكو ازاي ده two point five seven وده two point five eight مصبوط طيب خلاص انا اخده في النص two point five seven five يبقى الرقم بتاعي زي سكور او الكريتكال فاليو الناحية البوزيتيف هو two point five seven five لو طلع لي التي تست for example لو طلع التي تست بتاعي طلع سواء استخدامت الكاي سكور تست او التي تست او الانوفا طلع مثلا ايه نقول طلع one point four nine لو التست ستاستيك بتاعي طلع اقل من critical value يبقى انا ها اكسبت النل هيبوث بتاعي ولانها طلعت في الحتة السودة بتاعتي يعني طلعت في النل هيبوثاتي اللي احنا عارفانها الطبيعي تمام اه يبقى انا ها اكسبت النل هيبوث خلينا ندي مثال من ناحية الفت تيل تست لو انا عملت الفت تيل تست يبقى زي سكور بتاعي هجيب انهي عدة هجيب انهي هجيب النجاتف ها هجيب الزي سكور نيجاتف ادي التابل بتاعتي الزي سكور نيجاتف وعايز اجيب مقابل ال .05 .05 يبقى انا ادور على .05 موجودة فين اي 0.0051 وفيه .0049 اللي اتنين قرابين من .005 اللي هو الرقم ده الالفا فاليو او الكريتكال فاليو اللي انا عايز اجيبه يبقى نجيب الرقم بتاعها هيطلع كم؟ هيطلع تعريبا minus 2.57 أو minus 2.58 المقابل بتاع الناحية التانية لو انتم خاكرين الناحية التانية كان 2.575 الرقم بتاعي minus 2.57 أو minus 2.58 ما ناخد النص بتاعها نص بتاعها minus 2.5 حيث يبقى الكريتكال فاليو بتاعي بيسوي كم؟ منس 2.75 اعرفت الكريتكال فاليو بتاعي لو طلع التستير استتيسوتي ki اكبر من الرقم ده يبقى انا ها accept انها flip the step وعا accept漂亮 اجين الكاي سكوير تست بيستخدم في الكاتيجوريكال ديتا تو جروبس أو ثري جروبس التي تست والانوفا بيستخدمه في الكنتينواز ديتا التي تست فور تو جروبس انوفا فور ثري جروبس انا لو التست بتاعي طلع فور اكزامبل طلع مينس وان بوينت سيفن فور ده اقل من الكريتكال فاليو يبقى انواء في المنطقة الزرق ديان المنطقة الخطرة او level of significance لا ده اقول ان لا alternative hypothesis is very significant وبالتالي انا هتطر ان انا ارجيكت الhypothes واكسبت ال alternative hypothesis ده كان حاجة اسمها traditional method علشان اجيب ال statistic hypothesis according to the alpha significance level ملخص الكلام اللي احنا قلناه اه في traditional methods انو واضح ان احنا بنعمل ايه انا بيجيلي في الالفا بيجيلي مساحة بقلب المساحة بقلبها z score وقارن z score بالcritical value يبقى انا بتقارن z score ب z score في lift tail test بيحصل ايه بروح ناحية ال negative او بقولنا هالتر نيجاتي في ايبوث ده عبارة عن اقل من او الحزب بتاعتي اقل من اه ونفتكر ال push pins فيهم 100 وانا بفترض ان هما اقل من 100 فلو z score او test statistic اللي طلع عندي طلع اكبر من z score بتاع الالفا يبقى انا بأكسبت the null hypothesis من ناحية اخرى بيقول ان انا هروح ناحية ال positive مبدئيا بستخدم normal distribution لديه زر ال invest الفرضية بتاعتي بتقول ان انا ال alternative hypothesis اكبر من الفرضية بتاعتي اللي هو null hypothesis او ال push pins المياه أنا بافترض انهما اكتر من 100 ما هماش 100 فده بيبقى اه لو z score او test تطلع اكبر من z او alpha يعني لو طالع هنا في الناحية دي يبقى انا بجيق null hypothesis اما لو زي سكور او تستاتيستك طلع ما عندي في الحتة السودة ديان فهتبقى دي ماشية معنا الهايبوثيز وبالتالي اكسبتنا الهايبوثيز ويبقى رجيكت الاختبار او الفرضية اللي انا افترضتها او الالترنتيوهايبوثيز انا اتمنى ان يكون الحاجة سهلة انا مش شايف فيها حاجة صعبة يعني لكن لو في اي حاجة صعبة احنا ممكن ناقشها سواء من خلال الجروبس او هنا عندي على القناة تحت الفيديو في اليوتيوب ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن البيي فاليو ميثود